ترجمة نانسي قنقر في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والاقتصاد الابتكاري والتقنيات المالية والمدن الذكية هذا وعلن مؤتمر ليب 23 استثمارات تزيد عن 9 مليارات دولار لدعم التقنيات المستقبلية وريادة الأعمال الرقمية والشركات الناشئة التقنية وأكد المهندس عبدالله بن عامر السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي أن الاستثمارات والاطلاقات شملت استثمار شركة ماكروسوفت مليارين ومائة ألف دولار في سحابة عالمية فائقة النطاق في السعودية واستثمار شركة أوراكل مليارا وخمسمائة مليون دولار لتوسيع عمالها في المملكة بالإضافة لإستثمار شركة يواوي في عروض السحابة في المملكة بقيمة أربعمائة مليون دولار اشتركوا في القناة